بعضهم ينكر على الناس أن يدخلون الكريسة هل يجوز الناس يدخلوا ويصوروا كسياحة هذا سؤال جيد لأن الدخول في أعيادهم مثلا عندهم عيد الرأس السنة هذا لا يجوز حضوره معهم هذا من الزور وإذا مروا باللغو وإذا مروا باللغو مروا كراما وشهوده يدخل في عموم شهود الزور أو حضور الزور هذا من مجالس الشرك والعياذ بالله لا يجوز المشاركة في أعيادهم ولا الدخول عليهم في كنائسهم في يوم العيد وقد ورد أثر عن سيدنا عمر رضي الله عنه ينهى عن ذلك لا تدخلوا كنائسهم في يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم ومشيركون بالله يقولون كلام الله عز وجل قال فيه في كتابنا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال وهذا كيف أنت في قلبك متقال درة من إسلام تشارك معهم في عيد ينسبون فيه الولد إلى الله والعياذ بالله فهذا شيء قبيح جدا ويكون من الكفر إذا كفر على النوى العين ينظر فيه الشروط والموانع المعروفة يعني لو مر هكذا واخد صور لكن مر للنظر مثلا مجرد دخول الكنيسة ليس بمحرة وقد تبت أن بعض الصحابة دخلوا إلى الكنائس سيدنا عمر امتنع من الصلاة فيها ليس لأن الصلاة فيها باطلة لكن خشئ في بيت المقدس كنيسة التي تسمى كنيسة القيامة ورفض أن يصلي فيها عندما عرض عليه البطريارك قال يريد أن يصلي فقال له صلي موضعك فرفض سيدنا عمر رضي الله عنه أن يصلي في داخل الكنيسة قال خشية أن يتتخذ سنة بعدي لأنه يعرف أنه قدوة وخليفة راشد وأمرنا بالاقتداء به فيصبح هذا سنة وهي ليست كذلك هي قصاراها أنها جائزة وبعضهم طبعا يمنعها أو يكرهها سواء الدخول ومن باب أولى الصلاة فيها إذا كان فيها الصور تماثيل وصور المعبودات التي يعبدونها ويتقربون بها أو غير ذلك أما مجرد الدخول فليس بممنوع في ذاته